أهلا وسهلا بكم في جزء الثالث من المحاضرة الخامسة من مقرر تقنية تصوير طبي المحاضرة الخامسة عن موضوع التصوير بالأشعة المقطعية اتكلمنا في الجزء الأولين من المحاضرة الخامسة على فكرة عمل أشعة المقطعية أنواع التصوير بالأشعة المقطعية وتطبيقاتها هنتكلم النهاردة على تعريف الأجهزة الحالية وقراءة الصور الجلس التصوير بالأشاعة المقطعية بيتبع بالشكل لاحنا شايفينه قصادنا دوت بيبقى فيه عندنا حاجة كبيرة كده بيبقى هي اللي فيها المصدر بتاع الأشاعة الصينية والحساسات بتاع الأشاعة الصينية بيبقى فيه طرق بيزة بالنسبة للمريض دي اللي بينامع عليها وبتتحرك حسب المكان اللي احنا بنحتاج نصوره بيبقى تخش جوة الجزء اللي في النص دوت اللي هو بيتم فيه التصوير وطبعا بيبقى فيه خارج المكان ده خالص خارج الجزء اللي فيه الجهاز ده بيبقى فيه الجزء بتاع غرفة التحكم اللي فيه الفني بتاع التشغيل بتاع الأشياء المقطعية هو اللي بيشغل الجهاز وهو اللي بيحصل على الصور علشان الطبيب بعد كده يشخصها فبيقى فيه طبعا أشكال عندنا مختلفة للجزء اللي هو الكبير ده وبالنسبة للترابيزة بتاع المريض زي ما احنا شايفين كلها أشكال الحقيقة جميلة الحقيقة وتبقى التصميمات الجديدة كلها الحقيقة شكلها يعني بيبقى بالنسبة للمريض بيديله إحساس أن هو داخل في حاجة شكلها جميل كده فبتخفف عليه شوية من حدة الألم بتاعه أو حدة المرض بتاعه فالحقيقة من التصميمات الجميلة الحقيقة اللي بتاقي تبقى موجودة دلوقتي في الأجهزة الطبية الأجهزة الحالية الحقيقة كلها أجهزة يعني غالبيتها بالنسبة للتصوير بتاع جسم الإنسان هللاقيها كلها أشعة مروحية متعددة شرائح وكل ما زاد عدد الشرائح كل ما زاد سرعة التصوير يعني إحنا نلاقي عندنا مثلا ممكن نسمع عن 16 شريحة أو 32 شريحة أو 64 شريحة كل ما زاد عدد الشرائح كل ما كان سرعة التصوير أكتر كل ما دي تصور حاجات ممكن أنها تبقى سريعة جدا يعني دلوقتي ممكن بالأجهزة المتعددة الشرائح دي نحنا نصور القلب كاملا وهو بينبض في فترة زمنية وجيزة جدا فبالتالي بنقدر نحصل على كل التغيرات اللي بتحصل في أثناء دورة القلب بحيث نحن نقدر نحن نشخص إذا كان في أي حاجة شكلها مش طبيعي ولا لا الأشعة المقطعية بالشغال المخروطي برضو الحقيقة بتالي يبقى لها تطبيقات أساسية في أشعة الأسنان الجهاز بيبقى أبسط بكتير زي ما احنا شايفين هنا كده المريض بيقعد ويبقى فيه عنده هنا يعني مصدر الأشعة السينية ويبقى فيه ناحية تانية حاجة زي مجموعة من الحساسات كده واخدى شكل سنائي الأبعاد بحيث نقدر نحصل على حاجة تبقى كبيرة بالشكل ده كده فالتنين ده بيلفوا حوالي المريض كده ويقدر نحصل بهم على صورة لأشعة مقطعية للفك والأسنان وتبقى الحقيقة مفيدة جدا والجرعة بتاعت الأشعة بتاعتها أقل بكثير من الأشعة المقطعية العادية فالحقيقة بتبقى ميزة كبيرة الحقيقة لها تستعمل فيه تطبيقات الأسنان طبعا احنا كنا قلنا الفرق بين التصوير اللي هو المروحي إن أنا عندي التصوير المروحي ده بيبقى فيه عندي شريحة واحدة أنا بحصل فيه على شكل مروحة كده أو شكل يعني ريشة بتاعت مروحة بشكل احنا شايفينه كده من داخل الشريحة دي بالنسبة للتصوير بالأشعة المخروطية بيبقى عندي الشرعة نفسه شكل مخروط فمعنى كده إنه هو له شكل ثلاثي لأبعاد مش بس واخد شريحة واحدة لأ ده بيغطي مجموعة من الشرائح فممكن بلفة واحدة الحقيقة نقدر نحصل على حجم كامل للجزء اللي بيتصور يعني معنى كده إحنا نقدر نحصل على صورة كاملة أو نموذج ثلاثي الأبعاد للفك مثلا من لفة واحدة للجهاز ده بدل ما كنت بحتاج إن أنا يبقى فيه عندي جهاز متعدد الشرائح ويبقى فيه عندي يعني جرعة أشعة سينية كبيرة ياخدها العيان وهو بيصور الجزء البسيط ده من الجسم الجزء بقى بتاع الأشعة اللي بتعتمد على إشعاعات البوزيترون المقطعية بنتكلم على إنها غلبيت الحاجات اللي الوقت الموجودة ما بقتش يبقى فيها أشعة بوزيترون مقطعية وبس لوحديها لا بقت عبارة عن جهاز سنائي فيه جهاز بتاع الأشعة المقطعية مع جهاز البوزيترون المقطعي في نفس الجهاز هو هو يعني بيلاقي جهاز زي كده هو فيه الاثنين مع بعض بحيث أنه يقدر يحصل على الصورتين من نفس المكان هو هو ويقدر يوقعهم الاثنين على بعض ما غير ما يكون في أي أخطاء طبعا لو أنا عندي جهاز مثلا للبوزيترون الوحدي وجهاز للأشعة المقطعية الوحدي وباخد صور من هنا وباخد صور من هنا بيبقى من صعب علي الحقيقة أن أنا أوقع الصورتين على بعض اللي بيبقى هما الاثنين مش معروف بالضبط اتخذ الصور دي منين إنما لما يكونوا في نفس المكان بيبقى هما داخل جهاز نفسه معروف الجزء بتاع البوزيترون فين وجزء بتاع الأشعة المقطعية فين فيقدر أنه يوقع الاثنين على بعض ويقدر يبني نموذج ثلاثي الأبعاد بشكل ده كده يبقى فيه القيم بتاعة إشعاءات البوزيترون موجودة عندنا داخل النموذج ثلاثي الأبعاد اللي طلع لي من الأشعة المقطعية طبعا بيبقى فيه أشكال برضو مختلفة زي ما احنا شايفين كده بس هما كلهم بيتفقوا إنه هو في الجزء اللي هو الكبير اللي هو داخل العين بيبقى بيدخل داخله عشان يتصور بيبقى هو فيه الحساسات بتاعة الأشعة المقطعية والحساسات بتاعة الإشعاءات بتاعة البوزيترون في نفس الوقت بحيث أنه يقدر يحصل على الصوتين في نفس الوقت طبعا بيقى فيه عندنا برضو جزء بتاع المصدر بتاع الأشعة السينية وبيلف برضو زي ما احنا شفنا في طريقة الحصول على البيانات علشان يقدر يحصل على البيانات كاملة بتاعة الأشعة المقطعية أحد الحاجات الفريدة اللي موجودة عندنا في الأشياء المقطعية كيفية العرض بتاعة صورة الأشياء المقطعية هي إزاي نحن ناخد المدى الواسع بتاع القيم اللي بتطلع لنا في صورة الأشياء المقطعية ونعرضه على يعني شاشة شاشة عرض من الشاشات العرض الموجودة حاليا في الدنيا وبحيث أن البني آدم اللي هو برضو عينيه تقدر تستقبل فرقات من عدد محدود من الألوان تقدر أنها تستقبل الصورة دي وتقدر تشخص الحاجات اللي فيها فإحنا لو بصينا على المدى بتاع القيم اللي بتطلع لنا في الأشياء المقطعية بيطلع لنا من أول ناقص ألف لغاية زائد ألف يعني بيطلع لنا من يعني قيم كلها سالبة لغاية قيم مجابة والمدى بتاع الحقيقة بنتكلم على مدى كبير بنتكلم على ألفين أو أكتر من ألفين كمان الألفين دي لو احنا جينا شفنا الشاشات اللي موجودة حاليا في الدنيا هلاقي إن الشاشات الموجودة عندنا دي في الدنيا كلها ما تدرش إن هي طارد أكتر من مئتين ستة وخمسين درجة لون رمادي لو احنا حاولنا نقرد أكتر من كده الشاشات الحالية ما تسمح لناش إن احنا نعمل الكلام دا فلو احنا عرضنا الصورة كاملة يعني نسغرنا المدى دا كله وحطناها داخل مئتين خمسة وخمسين هلاقي إن عندنا الصورة هتبقى الحقيقة معظم الحاجات اللي احنا شايفينها هتبقى هي الجزء اللي فيه العظام وبقية الأجزاء التانية كلها تختفي تماما فالحقيقة الطريقة اللي بيعرض بها صورة الأشعة المقطعية حاجة بنسميها طريقة نافذة العرض ودي الحقيقة هدفنا توافق المدى اللي موجود عندنا في الصورة بتاع الأشعة المقطعية مع شاشات العرض الفكرة فيه الحقيقة نحن بناخد يعني نافذة معينة من النوافذ بتاعت المدى الكبير دوت بيبقى لها اتساع معين ولها مركز معين الاتساع والمركز ده الطبيب بيحددهم بحيث نهو هياخد جزء معين من الألوان اللي موجودة هنا أو من درجات الرمادي اللي موجودة هنا ويعرضها تبقى هي كاملة في المدى بتاع الشاشة اللي بيستعملها للعرض اللي بيطلع أعلى من كده بنعرضه بـ 255 واللي بيطلع أعلى من كده بنعرضه هو صفر فلاقوا إنه هو فيه عندنا لو احنا خدنا النافذة دي خدناها بالشكل ده كده يعني تبقى واسعة كده والمركز بتاعها هنا دي تبقى ممتازة جداً للرؤية بتاعت الرئة ولو احنا خدنا نافذة صغيرة بالشكل نهو شايفينه هنا دوت كده والمركز بتاعها تريبا عند الصفر دي بتبقى كويسة أوي لأنسج الرخوة لو عايزين نبص على العظام هنلاقي إن احنا بناخد نافذة تانية بيبقى مركزها هنا بيبقى أعلى شوية ويبقى الاتساع بتاعها بالشكل ده كده كل واحدة من الأنسجة المختلفة هنلاقي لها نافذة معينة تقدر تبقى فيها كويس قوي خلينا ناخد مثال دلوقتي عملي عشان نوري النافذة دي نقدر نحنا نعمل لها ضبط إزاي بحيث نها تطلع لنا الأنسجة اللي احنا عايزين نشوفها في الصور ده مثال عملي الحقيقة يعني أنا محضره علشان نقدر نجربه مع بعض فالمثال العملي ده الحقيقة ده الحاجة اللي احنا شايفينها وصدنا دي هي دي النافذة اللي احنا بناخدها يعني هنا من أول هنا دي من أول صفر غير 255 وزي ما احنا شايفين كده الحاجات اللي موجودة زي ما احنا شوفنا بقى في عندنا جزء صغير في النص وجزء صغير في الآخر لما بنحرك النافذة دي مين وشمال بنلاقي ان شكل الصورة كده زي كنا بنغير الإضاءة بتاعة التلفزيون ولما بنحركها بالشكل اللي هو بنحرك المكان بتاع أو التساع بتاع النافذة نفسها بيبقى كننا بنغير التباين بتاع التلفزيون لبقى منحرك اتنين مع بعض بقى ممكن نزبط النافذة دي بحيس ان هي تبقى مثلا الجزء دوت في الالوان اللي موجودة نقدر نحنا نزبط النافذة دي عليه بحيس نقدر نشوف التفاصيل احنا كنا بنوكنها شايفينها هنا خالص لو احنا ودينا النافذة دي الاخر خالص كل هنشوفه هنا الاجزاء اللي فيها عظام داخل الجسم زي ما احنا شايفين كده وده طبعا يعني حسب الطبيب هو عايز يبص علي يقدر يضبط النافذة دي المركز بتاعها فين يعني هنا جزء ده بيحدد لنا المركز وجزء ده بيحدد لنا الاتساع بتاع النافذة نفسها دي حسب ما انا بحدد الجزء دوت زي يمشي حسب ما انا اقدر اشوف اجزاء في الداخل الصورة ما كنتش بشوفها بك يعني الاجزاء اللي فيها يعني تفاصيل داخل الكلا داخل الرئة دي ما كانش ممكن اشوفها خالص لو انا اواخد النافذة بتاعتي بشكل خاطئ هنا مثلا زي ما احنا شايفين كده شايفين شو هاي التفاصيل داخل الرئة نفسها من الصعب الحقي نحن كنشوفها باي يعني طريق عرض تانية ولو احنا حبينا نبص على العظام هنلاقي ان احنا بنحرق دي بعد كده للجزء اللي فيه العظام ونقدر نشوف العظام برضو بشكل واضح الحقي اشكركم ونحصم تبايتكم ونلتقي في الجزء الرابع والاخير من المحاضرة الخامسة ان شاء الله اشتركوا في القناة